كما قلنا وأعلننا سابقاً الخطة قايمة على التقييم والتأقلم والتعديل بالنسبة للوضع الصحي والنتائج الإيجابية التي نسجلها بكل ارتياح يعني دوم غياب الإصابات على اليوم الرابع وبالطبع مع مواصلة الحذر وأن الخطر معناها نعرفوه مزيل موجود ونشوفه التجارب التي تحصل في البلدان المجاورة الهدف مننا هو الحذر والتدرج وكيف كيف التأقلم دونك أعلننا اليوم على قطاعات التي ستفتح من غط بالنسبة للليمال المساحات الكبرى التجارية الكبرى بالنسبة للأسواق الأسبوعية وأسواق الضواب من مستشميل كيف كيف أعلننا وهذا بالتشاور مع اللجنة العلمية وإثر إنعقاد الهيئة مكافحة الكوفيد تحت شراف رئيس الحكومة البارح وقع إقرار الفئات الأكثر من 65 سنة والأطفال لقل من 15 سنة من الحجر الصحي الموجه وهذا من يوم الاثنين 18 مي وفتح مراكز البيعاية بأطفال التوحد والأشخاص طويل الإعاقة هذا من البداية من 18 مي بالطبع هذا لا يعني أنه يلزم الاحترام كل التدابير نحن ركزنا نراه تدابير قايمة على ارتداء الكمامات التباعد الجسدي معناها تجنب الاكتظار والتجمهر وتعقيم الأيدي ما يتمش العمل بي وما فماش احترام لكيفة نصائح وزارة الصحة هذيك عليش احنا في الندوة الصحفية قدمنا معناها مرحلة تقييمية عطينا الأرقام وحنا نتابع فيها بكل دقة يعني وتعديل وكيف كيف أعلننا على حملة حملة بشتبدة من يوم غد توعوية وحملة رقبية بالنسبة خاصة معناها لبعض المناطق اللي معناها تسجل خطر لاحترام لمدى احترام تدابير الصحية والوقائية شكرا لك